إلى الملف السوري حيث قال ناشطون سوريون إن أسرابا من الطائرات الحربية الروسية والمروحية التابعة لنظام الأسد تواصل قصف مناطق ريف إدلب منذ ساعات وذكر الناشطون إن المروحيات أو مروحيات النظام ارتكبت مجزرة في كفر نبل وقصفت بغاز الكلور السام سراقبة حيث سجلت تسع حالات اختناق بينما دمر الطيران الروسي مستشفى معارة النعمان والمستشفى الجراحي بشكل كامل ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين الأطفال حديثي الولادة بحضانات المستشفى وإصابة عدد من المسعفين والممرضين يواصل الطيران وغراته على بلدات جر جناز ومعصران وخان شيخون وكفر زيتا ومعر دبسا ومورك وغيرها في ريف إدلب